انا بيفكم نشرح. بنك مصر والبنك الاهلي يصدران شهادات جديدة. الشهادات دي بتهم كل المصريين. الشهادات دي شهادات دولارية. بفوائد مختلفة وفوائد مهمة جدا. والمفروض ان كل الناس تعرف ايه هي الشهادات دي. وايه هي اه شهادات دولارية وايه هي الشروب بتاعتها الجديدة دي. وايه هي الفوائد بتاعتها دي. وايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها. وكل حاجة عنها. وطبعا كهدف القناة زي ما انتوا عارفين ان احنا بنشرح اي حاجة بتحتاج شرح ويعني حاجة سواء كان جديدة او موجودة ولكن بتحتاج توضيح بتحتاج شرح. طبعا ده الهدف الاساسي من قناتنا قناة شرح لي. اه طيب هل دلوقتي انا لو معايا فلوس مصري هل لو اتصرفت ويه ايه دولارات ويه اشتريت الشهادات دي هل هو كده صح ولا هل لو انا عندي شهادات قائمة دلوقتي هل اكسرها ويه اخسر فيها ويه ارجع اشتري الشهادات الجديدة دي ويعني طبعا بعد تبديل العملة طبعا من مصري لدولار ده لو لو انا عرفت يعني اعمل الكلام ده يعني هل اه كده ولا يعني ايه صح بقرة ثاني هل الافيد ليا انا لو انا معايا فلوس فايد عن حدي او انا شايلها هل الافيد ان انا احاول اغيرها دولارات وبقول برضو بقرة ده لو انا عرفت يعني احاول غيرها دولارات واشتري الشهادات الجديدة دي ولا اه اه يعني اه الافيد ان انا اخلي فلوسي معايا زي ما هي ولو عندي شهادات هل افكها وراح اشتري الشهادات الجديدة دي وطبعا هاكسرها ولا اخلي كل حاجة زي ما هي يعني عايزين نعرف وهدركوا عايزين تعرفوا هنوضح لكم كل حاجة عشان نقول لكم الافيد والصح ايه في موضوع الشهادات الدولارية الجديدة اللي بيصدرها البنك الاهلي وبنك مصر تابعنا في الفيديو ده يعني سانية بسانية كده ويا ريت ما تجريش الفيديو لان فيه معلومات مهمة جدا ممكن ما تلاقيهاش في القنوات التانية اللي بتعرض نفس الموضوع احنا بنجيب لكم التفاصيل التفاصيل عشان تفهموا او جزاء عشان يعني تقدروا تحددوا وتقدروا تقرروا انقضتوا حتى يعني هتشتروا الشهادات دي او انقضتوا يعني في اي موضوع تاني انقضتوا حتى يعني مناسب ليكم او مش مناسب طبعا الكلام ده اه يعني مصار من اه امبارح وفوقنا النهاردة الصبح ان احنا لقينا البنك الاهلي وبنك مصر طبعا البنك الاهلي الاول وبعديه بنك مصر ان هو طرح لنا او طرحونا شهادات جديدة وكل واحد طرح شهادة باسم معين البنك الاهلي طرح شهادته باسم الاهلي بلس. الاهلي بلس دي الشهادة دي مدتها تلات سنوات وفيدتها سبعة في المية. طيب اه عملت الشهادة دي الدولار بتبدأ الشهادة دي من الف دولار ومضاعفتها الف دولار الفين دولار تلات تلاف دولار واكذا. طبعا كنا قبل كده عارفين او اللي منكم يعرفش ايش الفايد الشهادات الدولارية دي كان بتتراوح ما بين اربعة في المية خمسة في المية. طيب المهم ان هم نزلوا شهادة دي بفايدة اعلى. اه شهادة دولارية بفايدة اعلى يعني بفايدة سبعة في المية. والحاجة المهمة جدا اللي مفروض حضراتك وطرفوها ان العائد بيصرف ربع سنوي بنفس العملة المصدرة للشهادة. يعني اشتريتها بالدولار هيصرف لك العائد بالدولار برضو. معنى كده ان حضرتك كل تلات شهور حسابك بالدولار هيزيد بقيمة الفوائد حسب عدد الشهادات وحسب المبلغ اللي حضرتك شاري بالشهادات. آآ آآ كل تلات شهور هيزيد آآ بالدولار في الشهادة اللي حديدك من ستصمر فيها الجديدة او اللي هتستصمر فيها اللي هي لمدة تلات سنوات. الشهادة دي زي ما قلنا فايدتها سبعة في المية وتقدر حضرتك تقترض بها حتى خمسين في المية. ولكن لما تيجي حضرتك تقترض بضمانها هيديك القرد بالجنيه المصري. طبعا على الغد الوقت هو بتكلم آآ يعني آآ بالتوضيح وبرضو لو حد فيه اي حاجة غامضة ياريد برضو يكتب عانا في كومنتات وحنرد عليه ونشرح له برضو تاني ما فيش اي مشكلة. طبعا وعايزين نقول لحضرتك ان العائد بيبدأ يحسب من اليوم التالي لشارع الشهادة. اشتريتها حضرتك النهاردة. بيبدأ العائد يتحسب من اليوم التالي يعني من بكرة يبدأ يحسب العائد بتاع الشهادة اللي حضرتك اشتريتها. وطبعا برضو ما ننساش ان نهرف حضرتك ان الشهادة دي برضو لا يمكن استردادها قبل ستة شهور. زي زي الشهادات الايه? ليه بالعملة المصري? بعد ثلاث سنين ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم العمر حضرتك بتيجي تسترد الشهادة بنفس العملة اللي انت عامل بها الشهادة. يبقى مصلحة ان حضرتك استثمرت الدولارات اللي معاك وسعرهم ما قلش وما بيقلش. وطبعا لو فرد حصل اي تحريك لسعر الصرف حضرتك برضو تعتبر استفادت. وكمان خدت عليهم فوائد بدل ما تشيلهم بدون فوائد. في بقى الشهادة اللي هي اصارت جدل كبير والناس يعني بتقول ايه ده ومش ايه ده اللي هي اسمها الاهلي فورا. شهادة الاهلي فورا دي شهادة مدتها تلات سنوات. وبرضو بالعملة الاجنبية. وبرضو فئاتها من الف دولار ومضاعفاتها الف الفين تلاتة واربعة وهكزا. طب الفرق بينها وبين الشهادات الاهلي بلص ان الفرق بينها ان الاهلي فورا دي شهادتها تسعة في المية. فحد هيقول ايه ازاي يعني منزل شهادات بسبعة وشهادة بتسعة. طب ما الناس هتروح على ابو تسعة. فحد ممكن يسأل الله. طب ازاي هتقول ان البنكين دولة تنزلوا شهادة بسبعة في المية. شهادة دولارية بسبعة في المية. وهم هم نفس البنكين نزلوا برضو شهادة ولكن بتسعة في المية. طب ازاي يعني ما يعني ايه ايه ده يعني. الفرق احاوله لحضرتك دلوقتي. الفرق ان الشهادة اللي هي ام تسعة في المية اللي هي شهادة الاهلي فورا دي العائد بيصرف مقدما. طب حد هيسأل ازاي يعني ازاي? ازاي? هقول لحضرتك ازاي? ازاي دي? ان حضرتك هتاخد عائد بتاعة تلات سنوات للشهادة الاهلي فورا اللي هي بالدولار مقدما. يعني هتاخد تسعة في المية لمدة تلات سنين يعني تلتة في تسعة بسبعة وعشرين في المية هتاخد سبعة وعشرين في المية مقدما بس فيه بقى ترك بقى هنا حضرتك هتاخد تلتة في تسعة بسبعة وعشرين في المية مقدما بس بالجنيه المصري حط بقى هنا داير على دي هو ده الفرق بقى ده الفرق التاني كان بسبعة في المية وعائد يسرف ربع سنوي يسرف بالدولار دي تسعة في المية وتاخدها مقدما يعني تلات سنين في تسعة بسبعة وعشرين في المية العائد تاخده مقدما ولكن بالجنيه المصري طب حدا يسألني انهي بقى الافيض هل اللي هي مسبعة في المية واخد العائد بالدولار كل ربع سنة ولا متسع في المية واخد العائد مقدما تلات سنين في تسعة بسبعة وعشرين في المية واخده مقدما ولكن بالعملة المصرية انهي الافيد وانهي الاحسن. طيب نحسبها مع بعض. الالف دولار حضرتك لو حطيتهم لمدة تلات سنين هتاخد عليهم في التلات سنين متين وسبعين دولار. الالف دولار هتاخد عليهم متين وسبعين دولار. والمتين وسبعين دولار دولت يعد له بالجنيه المصري تمن تلاف متين وسبعين جنيه مصري. اه تمن تلاف تلتمية وسبعين جنيه مصري. تمن تلاف تلتمية وسبعين جنيه مصري. طيب الالف دولار دولت بالعملة المصرية بكام? بحوالي واحد وتلاتين الف جنيه. الالف دولار اللي لو عملتهم في الشهادات اللي هي تسعة في المية هتاخد العائد مقدما اللي هو هيديك متين وسبعين اه دولار هتاخدهم اه متين وسبعين دولار هتاخد دولار بس هتاخدهم بالعملة المصرية هتاخد اللي هو ثلاثة مية وسبعين جنيه مصري لو عملتهم تسع في المية لمدة تلات سنين اللي هو هتاخد العائد مقدما اللي هو امتين وسبعين دولار اللي هم بالمعادل المصري حسب سعر البنك المركزي هتاخد ثمانتلاف تلتمية وسبعين جنيه مصري طيب تعالي هنحسيبها بتريقء تاني لو حضرت القط الالف دولار ده. وبدلتوهم مصري ب 31 الف جنيه مصري. طيب ال 31 الف دولار حيدوه لك كم فايدة هدوه لك 17 ستمية وسبعين جنيه. 17 الف ستمية وسبعين جنيه. وطبعا السبعتاشر السبعتاشر تلتمية وسبعين اللي هي شهادة تسعتاشر في المية اللي هي بتاع البنك الاهلي. وده لمدة التلات سنين. طبعا ال 270 دولار دول لما اخدهم اللي هم بالمعادة المصري اللي قلنا 8370 دول ممكن اللي هتعملهم تاخدهم تستصمرهم او تشتري بهم شهادات تانية اللي هي 19% وبالتالي يبقى فوائد من هنا وفوائد من هنا. الميزة في الشهادة اللي هي 9% دي ان انت حضرتك بتسترد ايمة الشهادة بالعملة بتاعتها. اللي هي بالدولار العملة بتاعت اللي انت اشترد بها. يعني لما ليجي نقارن كده اللي هي 9% لو انت هتعملها اللي هي ان انت هتاخد 270 دولار اللي هم بالمعادة المصري اللي هم زي ما قلنا 8670 جنيه. ولما تيجي تحسب ان انت هتحولهم مصري اللي هو 31000 جنيه وتستثمرهم في التسعة شهر في المية اللي هم هي لك هيجبولك هم سبعتاشر سبعتاشر ستمائة وسبعين. آآ سبعتشار الف ستمائة وسبعين جنيه. يعني اعتبر بالزبط حوالي الضعف. يعني ضعفة فايدة الشهادات الدولارية. ولكن. لا قدر الله لو حصل اي تغير في موضوع سياق الصرف ولا ده ما بنتمنهوش يعني ان هو لو لا قدر الله الدولار زاد عن كده. اللي هو هتبقى الف دولار ده هيكسب ليه? لان ده الدولار بتاعه هيبقى زاد. والجنيه المصري هتبقى قيمته طبعا قلت. طبعا احنا عاملين الفيديو ده عشان نفاهمك الشهادات دي اتعملت ليه? اصلا الشهادات دي اتعملت عشان جمع اكبر حصيلة دولارية. طيب احنا طبعا بنقول دلوقتي ان احنا لو حد قدام منه الحلين يعني يعني هو برضو كل واحد براحته بس احنا بنقول طالما البلد في ازمة وطالما هم عاملين الكلام ده علشان آآ يعني جمع اكبر حصيلة دولارية عشان الازمة اللي فيها البلد فاحنا بنقول بنشجع ان احنا نعمل حاجة زي كده ولكن حد تاني يجي يقول طب ما انا آآ اخدهم وعمل بيهم سودة وراح اجيب بتاع ممكن فلوسك تضيع كلها وتبقى لا استفدت كده ولا استفدت كده. في النهاية انت حضرتك آآ يعني آآ تختار براحتك. احنا بنقول ان دي بسبعة في المية بتاخد الفايدة بتاعتها بالدولار. دي بتسعة في المية بتاخد الفايدة بتاعتها بالجنيه المصري. حاجة بحضرتك ان انت يعني تقف مع البلد في ازمتها دي خلاص خليك بالدولار. حاجة بحضرتك مصلحتك الشخصية وان ان انت تشتري بالعملة يعني المصرية فايدة اعلى ولا حاجة برضو آآ لحضرتك الاختيار محدش يقدر يفرض عليك حاجة او يجبرك على حاجة. وطبعا معلومة مهمة كنا برضو آآ عرفناها ان الشهادات الدولارية دي الجديدة دي هتبقى متاحة لجميع الافراد المصريين والاجانب. وعلى حسب ما بيهم بيقولوا مصرحين ان هو لن يتم سؤال العميل عن مصدر العملة. يعني الناس ما تقلقش ان انا هروح واجه اشتري هيقول اللي جايبها منين وامسك يا جدع حلا يا جدع شوف الفلوس دي جابينا منها ما هو حسب تصريحات البنك وحسب اللي هم قيلينه ان هم لن يتم سؤال العميل عن مصدر العملة وزي ما قلنا هي متاحة للمصريين والاجانب. آآ الموضوع ده لسه مخلص يا جماعة وان شاء الله هيمكن هيبقى ليه جزء تاني او جزء تالي كمان. هيشوف على اه اغرار ما يعني حيتم اه يعني اتخاذ الاجراءات فيه او قرارات لو في حاجة جديدة ظهرت. هنقولك عليها تابعونا في القناة. اشتركوا في القناة. آآ دعمونا باللايك والشير.